تتنافس السياسات التنووية بدعم من الاستراتيجيات التخطيطية في تعزيز المناخ الاستثماري للمدن واستهداف المشاريع الاقتصادية ذات الطابع المستدام وأصبحت المدن اليوم تستحدث برامج ذكية لتوفير المعنومات والبيانات للمستثمرين مع تسهيل الإجراءات لتطوير مشاريع استثمارية طويلة المدى وتستهدف الأنظمة الحكومية تفعيل دورها في استقطاب رؤوس الأموال التي تضيف بعدا تنمويا للمدن مع إشراك القطاع الخاص في القرارات الاستراتيجية التنموية وأظهرت مدن مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة مؤشرات مرتفعة في الجاذبية الاستثمارية ونماذج غير مسبوقة من المشاريع التنموية للقطاع الخاص الذي استفاد من المناخ الآمن والاستقرار الاستثماري وباتت تلك المدن وغيرها حاضنة لأركان التنمية من مؤشرات ومشاريع لعب من خلال القطاع الخاص دورا استثنائيا في خطط التنمية الشاملة للمدن وأظهرت محاور خطط التنمية تنوى في القاعدة الاستثمارية وتحقيق التوازن العادل بين الاستثمارات المستدامة وابتكار الحوافز الجديدة لتحسين أوجه التنمية مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة للمدن ترجمة نانسي قنقر